المخابرات اليمنية تضبط 38 خلية إرهابية غالبيتها من ميليشيا الحوثي في محافظات مختلفة خلال العام من صنعاء العاصمة تنديد شعبي بالفساد الحوثي والميليشيات تنهي بالنشطاء بحملة اختطاف وقمع واسعة بعد يوم من اقتحامها واعتقال عدد من أعضائها نقابة المحامين تهدد بالتصعيد ضد ممارساتها وسط تصاعد الجبايات غير الشرعية في مختلف التطاعات يمنيون نحن يريدون الأيام الفقر بعدما وصلهم الحوثي للجوم أهلا بكم إلى هذه الساعة التي سنخصص جزءها الأكبر للشأن اليمني ونبدأ مما قامت به ميليشيا الحوثي قد حلت في المرتبة الأولى من بين التنظيمات الإرهابية في اليمن بنسبة سقوط خلاياها في العام حيث ضبطت أجهزة الأمن والمخابرات اليمنية 31 خلية تابعة لميليشيات الحوثي تصل أعدادها لنحو 130 عنصر كما ضبطت سبع خلايا تابعة لتنظيمات القاعدة وداعش والإخوان تتألف من 27 عنصر بينهم قيادات بارزة في تنظيم داعش الإرهابي دعونا نشرح أكثر في هذا الموضوع وهذه الخلايا التي تنتمي لميليشيات الحوثي 38 خلية إرهابية تضم 152 عنصر أغلبهم من الحوثيين تم ضبطها خلال هذا العام حيث ضبطت الأجهزة الأمنية 31 خلية تابعة للميليشيات الحوثية وبقوام 121 عنصر كما تم ضبط سبع خلايا تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش تتألف من 27 عنصر بينهم قيادات بارزة جغرافيا تصدرت مناطق الساحل الغربي معدل ضبط الخلايا حيث تم ضبط خلية إرهابية يصل عدد أعضاءها لأكثر من 60 عنصر إرهابي جميعهم يتبعون ميليشيات الحوثي وحلت عدن في المرتبة الثانية حيث أعلنت شرطة عدن بشكل منفصل ضبط خمس خلايا بينهم متخصصون في زرع العبوات النسفة وعناصر مرتبطة بالقاعدة فيما أتت شبوة حضر موت في المرتبة الثالثة مع ضبط ثماني خلايا بمعدل أربعة في كل محافظة بينهم عناصر وقيادات حوثية وأخرى تابعة لتنظيمي داعش والقاعدة تليها مأرب بست خلايا مهام أو مهمات الخلايا الإرهابية بموجب محاضر التحقيقات والاعترافات تعددت إلى تسع مهام كان أبرزها اغتيالات القادة العسكريين والأمنيين بالإضافة إلى زرع العبوات النسفة وتفجيرها عن بعد وتهريب الأسلحة وأجهزة الاتصالات والوثائق موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من القاهرة نضم لنا المحلل السياسي اليمني الأستاذ عبد الكريم الأنسي أستاذ ابن الكريم أهلا بك نبدأ من هذه الخلايا أو هذا التزاوج ما بين الخلايا الإرهابية والميليشيات الحوثية 31 خلية تابعة للميليشيات الحوثية تحديدا 130 عنصر مبرر هذا التزاوج أو هذه المصالة التصالح يعني ما بين الاثنين مساء الخير أستاذ محمود المشاهدين الحدث الكرام بالتأكيد نعلم أن العباية الإرهابيين هي عباءة واحدة سواء كانوا ميليشيات أو قاعدة أو داعش وبالتالي تجمعهم هؤلاء كلهم اللي هو توقه الإرهاب بشكل كامل مؤخرا بعد طالة الحرب بهذا سبع سنوات تكونت هذه التناغم والتنسيق والتشبيك فيما بين الأطراف الثلاثة ولكن دعني للأسف أخبرك بأن كذلك أطراف أخرى في المناطق المحررة كمان أنضمت لهؤلاء وأعتقد تماما من خلال المتابعة والقراءة اليومية بأن الثمانية والثلاثين التي تم ضبط حد الخلايا أكثر بكثير قد تصل إلى المئات من خلال معرفتي أنا الشخصية بنايب وزيرة داخلية اللواء علي لخشة عملت معه كثيرا في عدة مندتيات وأعلم تماما قدرته ومهاراته وسيطرته وكذلك مدير أمن داعز مطهر الشعيبي عملت معه عدة ندوات وعدة فعاليات يعني هؤلاء الاثنين يعدوا من أقوى العقليات الأمنية لكن للأسف الشديد ما شهدناه من خروقات من تصفيات من اغتيالات من عمليات دقيقة جدا لقيادات تتحرك ليتم استهدافها هذا يدل أن هناك تكونت عدة عصابات وعدة خلايا نتيجة طبيعية لطالة الحرب أنت تتكلم عن عصابة تهريب السلاح من كل الأطراف دون استثناء تجمعها مصلحة المال تتحدث عن مصلحة تهريب المخدرات ونحن نعلم تماما أن اليمن كانت بلد عبور والآن أصبحت بلد مستهلك كذلك تتكلم عن شبكة أستاذ محمود عصابات شبكات صرافين الصرافين أصبحوا الآن حيتان يأكلون ويلتهمون حتى بنوك وأي سياسة تقوم بها الحكومة العاجزة الفاشلة عن هذا العامل تتحدث عن خلايا وعصابات نسائية تتحرك وكذلك أطفال هذه بدأت تتكون بشكل كامل عندما فقدوا كثير من الأطراف وتتحرك في مناطق مارب وشبوة وحضرموت والساحل الغربي أوضح التقرير أن الساحل الغربي لوحده تقريبا 11 عملية بينما 14 في كافة المحافظة بالعكس محافظة مارب ومحافظة البيضاء وشبوة وأبيان هناك عمليات اغتيالات وزراعة ألغام وتقطعات ونهب وهي عملية كلها لإثارة القلق وعدم إثبات للمناطق المحررة أنه لا يمكن ضبط الأمن بينما المناطق التي تحت سطرات الحوثيين تنعم بالأمن أكثر بكثير هذا للأسف الشديد الحكومة لم تعيره أي اهتمام وهذا الرأي تصل هل هي مقصرة في ذهنة وغير قادرة لأن الفرق كبير جدا هل هي مقصرة أم غير قادرة إمكانياتها لا تسمح الظروف التي تعمل في الحكومة قد يكون البعض أنها الإمكانيات لا تسمح أستاذ محمود أنا أقول وأجري على الله الأجهزة الأمنية في الحكومة عاجزة وفاشلة حقيقة تماما الشخصية التي ذكرت لك هما من معرفة القريبة منهم هما عقليات أمنية عالية جدا جدا ولكن ما يثبتهم قد يكون هناك ضغوطات من أطراف أخرى مستحدثة وكل طرف يريد أن يمرر سياسته عبرها وبالتالي هذا ما يسقطهم مستحيل أن تتم لاحظنا عملية اغتتال الصحفية وابنها طفل يعني في لغم في عزة النهار كذلك تصفيت على أعلى مستوى هذه الآن المشكلة الآن طالت الحرب سبع سنوات سبع سنوات الآن هذه تجعل أحيانا قياداتنا المناطق المحررة لم تكفيها المخصصات التي تتلقاها وبالتالي هي تكون مقابلة لأنها تتعاون مع الشيطان مقابل أموال تتدفق بمئات الملايين هذا الذي على الحكومة تماما أن تلتف إلى هذا يعني تحاكي السياسة التي تمارسها الحوثي من الناحي الأمنية وما هو موجود في المناطق المحررة تكثيف القهود تكثيف الأمن تكثيف التحقيقات والقانب الاستخباراتي وأن لا يخترقوا هم مخترقين يا أستاذ محمود كما قلت لك على مستوى القيادات الآن شبكات التهريب تتم في كافة المناطق أو المحافظات الست حضر موت شبوى مارب أبيا عدن حتى عدن كذلك بتساهل من قيادات قد تكون معروفة حتى أستاذ كريم هل الثلاثين خلية كلها إرهابية أم فيها خلايا إجرامية أو عصابات إجرامية يعني حينما كنا نتحدث عن هذه المزاوجة في المصالح ما بين الميليشيات الحوثية وداعش أو القاعدة يعني كان له مبرر لكن 38 خلية إرهابية يعني تحتاج تفسيرات كثيرة يعني جميل جدا أستاذ الخليات هذه كانت منها لعمليات قتل واغتيالات وتعصف وتقطعات في المناطق المحررة فقط لإثارة الرأي العام وللمجتمع الدولي أن الحكومة والشرعية عاجزة جدا وأن كافة الأطراف تتقاتل وكذلك كان منها دور إثارة الفتنة والاقتتال ما بين المكونات وهذا ما ستلعب عليه أكثر بالفترة القادمة لأن تعلم أن الحساسية بينهم عالية وأي خطأ أو اغتيالات في هذه الطرقات قد تكمن لاقتتال داخلي فيما البين هي تراهن على هذا هذا شيء شيء آخر كذلك كانت تنسيق لمرور كما قلت لك عصابات الأموال تحتاج إلى تغطية عصابات المخدرة تحتاج إلى تغطية وبتالي كانت تجمع ما بين هذه العصابات من كل المناطق وبأسماع هم يعلمونها تماما ولكن للأسف عندما نسأل يقولون هي تحت التحفظ تتخيل أن هناك عصابات تحت التحفظ الأمني لمدة سنتين ولا يتم اتخاذ ويأتي آخر ويقوم بالبدء من جديد هذه كلها الملفات التائهة في أوريقة أو على مكتب رئيس المجلس الرئاسي الذي يعد أكبر عقلية أمنية يمنية يمنية هو الدكتور رشاد العليم رئيس المجلس الأمني ومن ضمن العقليات العربية في مكافحة الإرهاب وكرم كعميد لوزراء الداخل العرب كنت أتوقع أن هذا سينعكس مباشرة على الجماعات الإرهابية سينعكس تماما على هذه الخلاياة لكن للأسف الشديد يبدو أن سعادة الرئيس التهى بالزيارات المعكوكية ورغم أنه له استراتيجية واضحة قدمت في تونس أو في القاهرة في فترات قادمة ويشهد له وإنشار له لكن لا نرى طحينا أو حقيقة أو فائدة في المناطق المحررة أسف الشديد 2023 سيدي لنا هذه المعاشرات إلى وضع أسوأ شبوة وحضر موت لما نتحدث عن تمن خلايا في هذه المحافظات هل تعني لك شيء أسرحب الكريم أستاذ محمود أنت تتخيل أن أحد القيادات المطلوبة دوليا كان يقيل أو يخزن جنب الميسري مباشرة وشاشات التصوير أو الكيميرا ترصدهم وتنزل على كل وسائل التواصل الاجتماعي قيادات برضو مطلوبة ومرصودة دوليا بخمسة مليون ويشعر بك كعفات مالية تتحرك بكل أريحية ما بين مارب وشبوة وأبيا وهذا هو خطها الذهبي وحضر موت هذه الخلايا تعمل حاليا على تفريخ أكبر قدر من الفرق نعم كذلك كل هذا أصبح على مرأة ومسمع لا يحتاج حتى إلى مقرر تحليل يعني مقرر تدخل السوشال ميديا والميساري كان وزير داخلية كذلك تفاصيل كثيرة من القيادات وقدت في مخازنهم السجون وقدت في مخازن منازلهم أسلحة وقدت أجهزة اتصالات رقمية حديثة لا تنسى أستاذ الشبكات الرقمية الحديثة نعم التي نحن لاحظناها أنها هي تعتبر الآن الفيصل في تحديد الأهداف نحن لاحظنا قيادات تغتال بطائرات مسيرة مباشرة في الرأس كل هذا لم يطلع علينا أحد ليحكي لنا نتيجة التحقيق أو نهاية التحقيق أو ما إلى ما قال إليه التحقيق كل هذا لا احترام للشعب ولا نضحط أي إنجاز أمني فأنا أتأسف لهذه القيادات التي درست في أمريكا وفي كل العالم وخضت مؤتمرات وندوات لسنوات أنت تتحدث أقل واحد على ثلاثين أربعين سنة من المؤهلات أين هي على أرض الواقع للأسف الشديد نعم أشكرك أستاذ عبد الكريم للأنساء المحلل السياسي اليمنى شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الكريم أشكرا جزيلا لكي كشفت مصادر يمنية أن الهدنة التي استمرت ستة أشهر بشكل معلن أسقطت واحدة من الضرائع التي تستخدمها ميليشيات الحوثي لنهب موارد الدولة في هذه الأثناء تواجه ميليشيات الحوثي نقمة شعبية غير مسبوقة تتسع مساحتها يوماً عن آخر في صنعاء والمناطق الواقعة تحت نفوذها وهي نقمة تغذيها ممارسات الفساد والنهب وبعد نحو شهور من التوقف الكامل للعمليات العسكرية وجد الحوثيون أنفسهم وجهاً لوجه في مواجهة حالة غليان شعبي متصاعد في مناطق سيطرتهم والعام الأخيرة رفع عدد من مشاهير السوشيال ميديا في اليمن أصواتهم من صنعاء مهاجمين الفساد الفاضح والنهب المنظم لموارد الدولة وجيوب التجار والمواطنين هذا وصدت القوات الحكومية في محور الضالع هجوم عنيف شنته ميليشيات الحوثي على مواقعها في القطاع الشمالي للمحافظة فيما تعرض الحوثيون لخسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وقالت مصادر عسكرية إن مواجهات مسلحة نشبت بين الطرفين على خلفية تصدي القوات الحكومية لهجوم حوثي حاولت الميليشيات من خلاله انتزاع مواقع جديدة وتحقيق تقدم ميداني وطبقا لمصادر محلية فقد أسفرت الاشتباكات المسلحة عن مقتل خمسة أفراد من القوات الحكومية وجرح سبعة آخرين فيما تكبدت الميليشيات نحو سبعة قتلى وعشرات الجرحة ونجحت القوات الحكومية في كسر الهجوم الحوثي الذي استمر حتى فجر الجمعة هذا وطلب مسؤولون حكوميون في اليمن المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على ميليشيات الحوثي لوقف النهب المنظم لإرادات الدولة وعرقلة صرف مرتبات الموظفين وبحسب المسؤولين فإن الحوثيين نهبوا أكثر من اثنين تريليون ريال من إرادات عام 2020 متهمين الميليشيات باستغلال الهدنة الأممية لتصعيد عمليات النهب المنظم لإرادات الدولة العامة والضريبية والجمهوركية محددين من كارثة إنسانية بسبب توقف الميليشيات عن صرف مرتبات موظف الدولة في مناطق سيطرتها منذ العام 2015 كثير من القطاعات الإرادية مثل المواني مثل المطارات مثل كثير من الأماكن الإرادية هذا كلها إيقافها أدى إلى أن الدولة فقدت جزء كبير ومورد رئيسي من الموارد التي ترفض الحسابات الدولة الداخلية والخارجية فبالتالي عندما يتم انخفاض عندما يتم انخفاض أرصلة الحكومة وأرصلة البنك المركزي من العملة الصعبة هذا سيؤثر سلبا على أن الحكومة سيأتي وقت من الأوقات لن تستطيع الوفا بالتزاماتها المسؤولية يجب أن يحملها المجتمع الدولي كاملة إلى الحوثيين المتمردين لأنهم هم الذين يمتنعوا عن دفع تلك الرواتب ويمتنعوا عن تحصيل الإرادات وإيداعها في البنك المركزي حتى يتسنى للحكومة دفع المرتبات الإرادات التي يتحصل عليها بالمليارات كثيرة جدا من قطاعات كثيرة ناهيك عن الخمس الذي فرضوه عن رجال المالي والأعمال والحركة التجارية والنشاط التجاري في تلك المناطق لهذا الضغط يجب أن يكون على الحوثيين من أقل أن يلتزموا بإرادات تلك المبالغ وأيضا يجب أن يعلم العالم كله هل ستذهب هذه المبالغ لدفع المرتبات بشكل صحيح أم ستسخر للمجهود الحربي واستمرار الحرب دكتور فارس ألبيل الأكاديمي والمحلل السياسي اليمني من القاهرة دكتور فارس أهلا بك يعني حينما تسقط الهدنة هذه الذريعة التي تستخدمها الميليشيات لنهب موارد الدولة ونتحدث عن 2 تريليون ريال فقط في عام 2020 نهبت من قبل الميليشيات كيف يمكن رصد هذه الظاهرة وكيف يمكن العمل على حتى تقليل أثارها السلبية مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام في الحقيقة ميليشيا الحوثيين ندرك تماما أنها لا تعيش في بيئة من السلام أو الاستقرار لأنها خلقت مع الحرب وعندما يحل السلام فإنها تموت تلقاءا مهمتها هي إشعال النار على الدوام ولذلك هذه الهدنة كما ذكرت أستاذ محمود هي كما لو أنها كشفت مأزق ميليشيا الحوثي كانت ميليشيا الحوثي تغطي على الناس في مسألة كما تقول الصمود والمعركة ومواجهة العدوان وما إلى ذلك كل هذه الأسطوانات التي كانت تغطي بها على الناس صحيح معاناة الناس لم تكن تغطى أصلا وما تزال نار تحت الرماد لكن ربما أنه أصوات الحرب وأصوات الرصاص التي تلقها ميليشيا الحوثي كانت تغطي على معاناة الناس وكانت تدرك الأمم المتحدة وتدرك كثير من البرامج الإنمائية والدول المعنية بالمساعدة تدرك حجم الكارثة التي يعيشها اليمنيون ميليشيا الحوثي في أول عام لإسقاطها الدولة أوصلت اليمنيين إلى أسوأ كارثة إنسانية على وجه الأرض وأصبح 80% من اليمنيين بحاجة لمساعدة طارئة هذه حقيقة لا يمكن إغفارها وبالتالي ميليشيا الحوثي بكل ما قامت به وبكل ما تسببت به من دمار في حياة اليمنيين لم يكن ليصل إلى هذه المرحلة إلا لأنها تقمع الناس بالحديد والنار ولذلك قد يستغرب البعض لماذا الشعب اليمني يعيش في حالة من ربما يعني نوع من الصمت على الأقل على هذه الميليشيا لكن هو صمت الأنين في الحقيقة هذه الهدنة أو حالة السلام أو اللاحر لكن أن نقول التي يعيشها اليمنيون الآن كشفت الحجم الكبير للمأساة التي يعيشها اليمنيون وصلت الأضواء على الأموال السائلة التي تنهبها ميليشيا الحوثي منذ أول يوم دخلت ميليشيا الحوثي في أول أيامها إلى صنعة نهبت ما يقارب خمسة مليار دولار كانت هي الاحتياط من البنك المركزي في صنعة كل هذه الأموال السائلة ما تزال موجودة لدى ميليشيا الحوثي واستخدمتها في عملية الحرب واستخدمتها في كثير من القضايا التي تقوم بها سيقولون أننا مسؤولين على المناطق التي تحت سيطرتنا ولكن ماذا عن المناطق التي تحت سيطرت الشرعية والمدلس الرئاسي والدكتور رشاد العليم ميليشيا الحوثي تقصد يقولون نالك يقولون مبرراتهم وسائل الإعلام وهم يكتبونه على وسائل التواصل الاتماعي يقول أننا مسؤولين على المناطق التي تحت سيطرتنا حتى المناطق التي تحت سيطرتها بالمناسبة الكثافة السكانية الأكبر تعيش تحت سيطرة ميليشيا الحوثي 70% على الأقل من الموظفين في موظفية الجمهورية اليمنية هم في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ميليشيا الحوثي تمتلك الأموال وأنا على يقين من ذلك التي تكفي لدفع رواتب موظفي الجزيرة العربية بأكملها لكن ميليشيا الحوثي لا تدفع لأحد ريالا واحدا ولا تريد أن تدفع لأحد ميليشيا الحوثي قضت على المؤسسات الدولة ثم على الأصول العامة ثم على طبقة كبار التجار ثم الأصغر في الأصغر أصبحت الآن تنهب المواطن البسيط تنهب الذي لا يملك شيء ومع ذلك أكثر من سبع سنوات لم تقدم ريالا واحدا للموظفين ومع ذلك تقوم الآن بضرب الاقتصاد اليمني وضرب منابع التصدير النفط وتطالب الحكومة الشرعية بأن تدفع رواتب الناس في حديث سوريالي غريب نحاربكم وعليكم أن تدفعوا رواتب الناس وسنستمر في حربكم وننهب كل ما يمكن أن يكون أمامنا هذه العقلية المجنونة الإرهابية التي تتصرف بها ميليشيا الحوثي لا يمكن أن تعامل معاملة الحوار أو معاملة أنها يمكن أن تصبح شريكا في المستقبل السياسي كما يروج المجتمع الدولي أو أنها ستصل إلى مرحلة من الأنسوية أو أن تصبح شريكا حقيقيا يمكن أن يسير المستقبل اليمني مع هذه الميليشيا أنا أعتقد أنه من المستحيل أن يكون هناك على الأقل نوع من التوافق مع هذه الميليشيا بهذه العقلية وبهذا النهب الذي تمارسه وهو بهذا القتل والدمار الذي تتصرف به ميليشيا الحوثي في كل زوايا الحياة اليمنية وأنا أتصور أنه من المهم أن يدرك المجتمع الدولي إذا أراد أن ينقذ اليمنيين من حالة الاقتصادية المتهالكة المدمرة تماما أن يضع الحلول الحقيقية للجم ميليشيا الحوثي عن نهب هذه الموارد وعن استغلال الناس وعن امتصاص كل ما يمكن أن تجده ميليشيا الحوثي وأنا على يقين أن ميليشيا الحوثي ستنهب اليمني حتى آخر ريال في جيده من أجل أن تطلق حتى آخر رصاصة لديها طيب دكتور فارس الكل يقول وكل الدراسات وكل الكتابات تقول أن الميليشيا استفادت من الهدنة في هذه النقطة في قضية النهب تحديدا كيف كانت الاستفادة؟ من ناحية اقتصادية ميليشيا الحوثي تصور هي تستفيد في كل الحالتين في حالة الحرب أو في حالة الهدنة لكن في حالة الهدنة ربما ركزت جهودها أكثر على عملية النهب وعلى كثير من القضايا أو المناطق التي لم تكن تصل إليها سواء كانت موارد مادية أو حتى ممتلكات الناس أصبحت تنزل حتى تصادر ممتلكات كثير من الناس صادرت مئات ملايين الدولارات هي أصول لكثير من المواطنين ولكثير من الطبقة الخاصة من تسميهم على سبيل المثال خوانا بمعنى أنها ركزت كثير من جهودها لعملية النهب وعملية الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المال السائل ومن الأصول ومن كثير من القضايا وركزت كثيرا على وضع يدها على كل أي حركة تجارية صغرت أو كبرت مليشيا الحوثي استفادت أيضا في أنها لم تدفع مثلا كان على سبيل المثال اتفاق الهدنة يقضي بأن تدفع مليشيا الحوثي جمارك ناقلات النفط التي تدخل إلى ميناء الحديدة لصالح رواتب الموظفين ولم تدفعها مليشيا الحوثي وذهبت هذه المليارات لصالح مليشيا الحوثي البنك المركزي في الحديدة كان يحوي فوارق النفط والمخصصات وعوائد ميناء الحديدة وبحسب اتفاق ستوك هولم يجب أن تدفعها ميليشيا الحوثي ولم تدفعها بمعنى أن حالة اللاحرب الموجودة الآن جعلت ميليشيا الحوثي تنتقل إلى حالة النهب وهي حالة حربية في كل الأحوال إما أن تقتل الناس بالرصاص أو أن تقتلهم بالجوع ونهبهم سواء بسواء وهذه هي الإشكالية الكبيرة التي يعيشها اليمنيون مع ميليشيا الحوثي ميليشيا الحوثي مسلطة على اليمني إما بقتله أو بنهبه تماما وعدم إتاحة فرصة له لكي يحيا ولكي يبقى على قيد الحياة شكرك دكتور فارس ألبيل الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور فارس شكرا جزيلا لك بعد الفاصل إلى أنوان يمني جديد وفيه ميليشيا الحوثي تدشن من محافظة ذمار مرحلة تجريم الإنترنت ترجمة نانسي قنقر انشغال وسكون كانت لحظة تسبق الخبر بقليل ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس تفاصيل تختلف قصص تتشابه ويبقى الإنسان محور الحدث جلسة مشاورات جديدة بين الحكومة والاتحاد العام للشغل على الحكومة أن تتفهم المطالب المشروعة والواقعية التي قدمها الاتحاد العام التونسي لشغل اليوم على الحكومة أن تصارح الشعب التونسي بحقيقة توضعه وبحقيقة ما وصل إليه الوضع الاقتصادي والمالي لما حدت زعيمة الحزب الدستوري الحر عمير موسي لمقاطعة الانتخابات التشريعية ما هي الخطوة الأولى التي سيبدأ بها الرئيس التونسي؟ قرار الرئيس التونسي قاست سعيت بدعوة قائد جبهة البوليساريو إلى تونس لحضور هذه القمة ما الأسباب الممكنة لهذه الخطوة التونسية؟ هناك اتفاق مسبق وخاصة في القمام الأفريقية اليابانية بأنه لن يتم استدعاء جبهة البوليساريو المسألة ليست من تنظيم تونس لوحدها بل هي من تنظيم تونس إلى جانب ثلة من الدول وزعمال الأفريقيين نتحدث عن أزمة قابلة للاحتواء هممكن أن تتطور الآن بين تونس والماردين؟ تعقد محكمة الاستناف الحوثية في صنعاء الأحد المقبل الأول من يناير أولى جلساتها للنظر في حكم ابتدائي في قضية الفنانة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي وكانت محكمة ابتدائية خاضعة للحوثيين قضت في نوفمبر العام الماضي بحبس الفنانة انتصار الحمادي وأحدى رفيقاتها بالسجن خمس سنوات حيث تقضي انتصار في السجن المركزي منذ عامين عقوبة جائرة بموجب محاكمة سورية حسب وصف المنظمات الحقوقية قالت مصادر يمنية إن ميليشيات الحوثي دشنت من محافظة دمار مرحلة جديدة من الانتهاكات بحق اليمنيين تمثلت هذه المرة في تجريم استخدام الانترنت وعقاب من يخالف ذلك ووفق وثيقة صادرة من ميليشيات الحوثي تحت عنوان مواجهة الحرب الناعمة في مدرية تعنس فقد بدأت عناصرها بمنع شبكات الانترنت من احدى مناطق المدرية وأوضحت المصادر أن مدير عام المدرية في محافظة دمار اعتمد محضر اتفاق لأمناء منطقة يتمثل في إزالة شبكات الانترنت من المنطقة وألزم المحضر بتغريم المخالفين مبلغا وقدروا خمسمائة ألف ريال بالإضافة إلى السجن لمدة شهرين هددت نقابة المحامين في اليمن في صنعاء بالتصعيد في اعتصام مفتوح في حل أخفق مجلس القضاء الأعلى الخاضع للحوثيين في تنفيذ مطالب النقابة جاء ذلك في بيان للنقابة عقب تعليق اللقاء الموسع لمناقشة الانتهاكات الحوثية التي طالت منتسب النقابة بشكل متزايد والذي اقتحمته ميليشيات الحوثي واعتقلت عددا من قيادته ومنتسبه وكشف بيان النقابة عن انتهاكات وفساد حوثي في المحاكم والنيابات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات متهمة النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي الموالين للميليشيا في صنعاء بالتواطؤ مع قيادات حوثية في استهداف المحامين ونقابتهم وطالبت بإقالتهم في وقت سابق دانت نقابة المحامين الممارسات الحوثية بحق منتسب النقابة ومضايقتهم واعتقالهم واعتبرت ذلك تعدي وانتهاك صريح لقدسية مهنة المحامة على حد تعبير النقابة من القاهرة الأستاذ فيصل المجيدي وكيل وزارة العد اليمينية أستاذ فيصل أهلا بك طيب ماذا يمكن أن يفعل المحامون في ظل هذه الانتهاكات ضد نقابتهم يعني كل عام أنت بخير أنت بخير مشاهدة في الواقع أن المحامين في الأساس يشكلون غمير المجتمع وهم أكثر من يحملون راية الحرية وهم دائما الصف الأول في الدفاع عن الحقوق والحريات وتبعا لذلك باعتبارهم الشهود على كثير من الانتهاكات التي تحدث تحديدا في محاكم أمن الميليشية ونيابات أمن الميليشية وأقسام شرطة الميليشية هم حقيقة بضاعتهم القانون يثيرون كثير من الدفوع المتعلقة بالضمانة الواردة في الدستور في قانون العقوبات في قانون إجراءات الجزائية وحتى في الاتفاقيات الدولية هنا يسقط في يد هؤلاء الذين يسمون بقضاة الميليشية والنيابات وتكون حجتهم ضعيفة لأنهم يقومون بسلق محاكمات في مسرحية مفضوحة وعندما يتم مواجهتهم طبعا في القضايا التي يسمح للمحامين بالتواجد فيها وهم يريدون أن تكون المحاكمات في الأساس مسلوقة كما ذكرت مثلا محاكمة قضية فيها بإعدام 16 شخص أجريت خلال 15 دقيقة طبعا مثل هذه الإجراءات لا تقبل من قبل المحامون طبعا بيد المحامين الكثير ميليشيا الحوثي عملت على حوثنة النقابة أرسلت من دوبيها ممن هم محسوبون عليها وقاموا طبعا عندما دعت النقابة إلى مثل هذا الاجتماع بعمليات بلطجة وجرى اعتقال عديد المحامين وجرى منع المحامين من الدخول غير أن الكثرة ربما غلبت مثل هذه الأمور ودخلوا في ظل بالمناسبة دخلت قوات أمنية أيضا إلى داخل هذا الاجتماع ولم يلبث إلا دقائق بمفضل في ظل تدخل كبير من قبل ميليشيا الحوثي تعرف أخي الكريم أن الميليشيا تعيش حالة قلق وجودي حالة قلق أمني هش هي ترى كل حقيقة اجتماع ولو لثلاثة أشخاص بأنه ربما يؤدي حقيقة إلى مشاكل كبيرة هي ترى أنها في غنى عنها وفي ظل هذا الخوف والتردد والقلق الوجودي في ظل أيضا حالة من السخط والغضب الشعبي جراء سيطرة ميليشيا الحوثي على كل الموارد وأيضا تهاتر وتساقط كل الأعذار التي كانت تقدمها للمجتمع من مسألة وجود العدوان والحرب وكذلك ما تسميه بالحصارة الآن فتح ميناء الحديدة مطار صنعاء يعمل التدفق النفطي مستمر الحكومة قدرت ما دخل من الرسوم فقط وعائدات النفط ب150 مليار ريال وإضافة إلى 35 مليار ريال جرى نهبها من البنك المركزي فرع الحديدة من قبل الميليشيا الحوثي هذه كانت كافية لتسديد مرتبات الموظفين وتقديم الخدمات ميليشيا الحوثي لا تقوم بذلك إضافة طبعا كما يعلم الجميع إلى نهبها 5 مليار دولار هي احتياط البنك المركزي عند اقتحامها لمدينة العاصمة العاصمة صنعاء نتحدث حتى أخي محمود حتى نهب مؤسسات التأمينات والهيئة العامة للمؤسسات ما يقارب 400 مليون دولار وهذه أموال عامة لا يجوز المساس بها إضافة إلى أن رئيس الوزراء السابق تحدث عن 2 تريليون ريال كانت موجودة في البنك جراء الصطو عليها إذن هذه مبالغ كبيرة جدا كانت كافية لتسديد حقيقة مستحقات الموظفين نحن نتحدث عن إيرادات تصل بالمليار والمساعدات حقيقة بمليارات الدولار كلها تعمل ميليشيا الحوثي على تنمية كروش قاداتها وتنمية أرصدتهم والعمارات والناس يتدورون جوان أعود للنقابة مرة أخرى البعض يتحدث عن لماذا نقابة المحامين وهل أصلا في حركة نقابية يعني هل الميليشيات تركت مساحة لأي حركة نقابية تعلق نقابة مهندسين نقابات أخرى غير نقابة نقابة أطباء أو نقابات أخرى غير نقابة المحامين هذا سوى الغافي الأهمية في الواقع أن خصوصية نقابة المحامين هنا باعتبارها محتكة تماما مع الحقوق والحرورية وأيضا هي الحد الفاصل بين الانتهاكات ما تحدث وتطلع كما ذكرنا هم شهود الحقيقة على ما يحصل في المحاكم وبالتالي يظهرون كثير من الاعتراض وهذا الأمر حقيقة يحز في نفس الميليشيا بالإضافة إلى أن نقابة المحامين ورد ذكرى وهي النقابة الوحيدة التي تم الإشارة إليها في الدستور بأنها تنظم بقانون الميليشيا الحوثية طبعا عبثت بقوانين مثل المرافعات والآن تريد المدني وتريد السيطرة أيضا وتريد تغيير قانون لإجراءة الجزائية ونتحدث عن تركة تشريعية 60 سنة الآن تريد ميليشيا الحوثي أو قد عبثت ببعضها تريد الآن حتى تعديل قانون المحامة لسلبها هذا الاستقلال ومن ثم تريد مصادرة هذه الحقوق الآن كانت تريد تنظيم انتخابات في نقابة المحامين بفرع صنعا ليتم تصعيد أعضاءها وبالتالي حوثنت النقابة تحدثت أخي الكريم عن مسألة وجود النقابة الأخرى هناك تجريف كبير لكل العمل النقابي في اليمن حتى نقابة الإعلاميين الصحفيين اليمنيين وغيرها تم حقيقة تهجير قياداتها وكذلك كثير من القيادات القانونية والمحامين لكن لا تزال النقابة نوعا ما متماسكة نقابة المحامين لوجود جمعية عمومية دائما حقيقة ما تطرح تساؤلات للنقابة في ظل الاعتداءات تصور أن يذهب محامي للدفاع عن مدني في المحكمة الجزائية المتخصصة محكمة الحوثين أمن الميليشيا فيتم إحالته هو بنفسه للمحاكمة أمام محكمة أمن الميليشيا وبالتالي يجري انتهاكه بالمخالفة للدستور والقانون هذا الوضع المزري هو الذي جعل الناس وجعل المحاميون يطالبون بالفعل بضمانات وإقالات النائب العام وأيضا رئيسية التفتيش القضاء ونا أعتقد أنهم سيصلون في طريقهم إلى إقالات أيضا المطالبة بإقالات مجلس القضاء الأعلى لكن المشكلة ليست في هذه الأدوات المشكلة هي في قيادات الميليشيا ذاتها هي التي حقيقة تنتهك الحقوق وبالتالي لن يتم تطبيق القانون والدستور وعودة النقابة إلا بسقوط هذه الجماعة شكرا سيد فيصل للمجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية سيد فيصل شكرا جزيلا لك بعد الفصل إلى عنوان جديد وفيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتوقع عدم تحسن الوضع الإنساني المتدهور في اليمن خلال العام المقبل غزوا آخر واسع النطاق لأوكرانيا من جانب روسيا وشيف توفيت الملكة إليزابي ما هي الإجراءات التي ستتبع خلال الساعات القليلة المقبلة مستمرون معكم في هذه التغطية المباشرة على مدار كل الساعات هكذا يبدو الوضع في أحد أنطاق مدينة الساعة تتجول هنا في أنادق الجيش الأوكراني الأجواء الانتخابية حتى الآن كيف هي تتيلة رئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي ما صبيعة هذه المنظمة أعلن لكم استقالتي استيدافي زعيم التنظيم عبد الله قداش عدة ملفات سوف تناقش على قاولة اليوم ما هي خطورة تصليحات رئيس مجلس النواب يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم أرجعهم أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث توقعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدم تحسن الوضع الإنساني المتدهور في اليمن خلال العام الجديد وأكدت اللجنة في بيان لها حاجة ما يقارب 21 مليون شخص إلى توفير المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية لهم أثناء العام المقبل موضحة بأنه في اليمن يوجد تاني أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي بما فيهم الأطفال إذن نشرح أكثر في هذه النقطة التي تهم كثير من اليمنيين بأن العام الجديد ربما يشهد احتياجات إنسانية كبيرة وطارئة بات معظم اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية يعانون الأمرين لتأمين معيشتهم اليومية والبقاء على قيد الحياة مقابل حالة الثراء الفاحش التي وصل إليها معظم القادة الحوثيين شهادات صادمة أدل بها مواطنون لصحيفة الشرق الأوسط حول أوضاعهم في مناطق الميليشيات تمنوا فيها عودة أيام الفقر التي كانوا يعيشونها قبل الانقلاب بعد أن أوصلهم الحوثيون إلى مرحلة الجوع المواطنون أفادوا بأن الحوثيين أهانوا الناس وجعلوا أكثر من ثلثي اليمنيين يعيشون على المساعدات التي يرسلها أقاربهم المغتربون أو التي تقدمها المنظمات الإغاثية هذا التوصيف لمعاناة اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تزامن مع تأكيد مصادر عاملة في مصلحة الضرائب أن الحوثيين ضاعفوا الجبايات التي يتم تحصيلها من المزارعين وبلغ إجمال ما تم تحصيله في نقطة تفتيش واحدة جنوب مدينة صنعاء 20 مليون ريال في اليوم الواحد بعد أن كانت عائداتهم أن هذه النقطة قبل الانقلاب لا تتجاوز مليون ريال في اليوم بموازات ذلك كشفت مصادر تربوية في صنعاء عن جبايات شهرية وسنوية فردت على المدارس والطلبة والمعلمين تحت مسميات مختلفة لتبلغ المليارات وتؤكد المصادر أن مضاعفة الجبايات امتدت أيضا إلى رسوم تسجيل العقارات وفائق البيع والشراء حتى بلغت رسوم تسجيل أصغر عقار مليوني ريال في حين أن الرسوم كانت قبل الانقلاب 30 ألف ريال فقط سأنقش هذا الموضوع مع ضيفي من مأرب مدير عام حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء أستاذ فاهمي الزبيري أستاذ فاهمي أهلا بيك طيب خلينا نبدأ بهذه النقطة حتى لا نخيف اليمنيين الذين ينتظرون مساعدات إنسانية في العام الجديد هل فعلا هذا التخوف في محله؟ يعني المساعدات الإنسانية ستقل المانحين لن يقدموا ما كانوا يقدمونه في العام الذي سينقضي؟ أسعد الله وقاتكم والمشاهدين الكرام بالفعل هناك مخاوف كبيرة من الوضع الإنساني المزري الذي أوصلت إليه هذه المليشيات الشعب اليمني وبالتالي هذه المليشيات أيضا لم تنهب أيضا فقط أموال اليمنيين ومقتنياتهم ومتلكاتهم أيضا امتدت أيديهم إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها هذه المنظمات في ظل المخاوف من ترديها وتراجعها لكنها فرضت أيضا خلال العوام السابقة فرضت أيضا جبايات وضرائب على المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والأدوية يعني إلى أي درجة وصلت هذه المليشيات حتى المساعدات المقدمة منها من المنظمات الدولية والغذائية والدوائية التي تنقذ الشعب اليمني فرضت عليها ضرائب وبعد أن رفعت صوتها هذه المنظمات قليلا توقفت عن هذه الضرائب هناك مخاوف أخي الكريم بالتأكيد في ظل الجوع الذي أوصلت إليه هذه المليشيات الشعب اليمني يعني الـ 21 مليون شخص الذي نتحدث عنهم الآن أستاذ فاهمي ممكن هذا العام الجديد القادم يزيده يعني هنكون أمام أكثر من 21 مليون يمن يحتاجون إلى مساعدات بالفعل في ظل انقطاع المرتبات في ظل النهبة العامة التي تقوم بهذه المليشيات في ظل الفقر المتزايد الناس يأكلون من براميل القمامة اليوم هناك مشاهد تداولها تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي والنساء تأكل من براميل القمامة يعني هذا ليس نسجا من الخيال هذا واقع معاش اليوم الناس يموتون من الجوع ثمان سنوات بدون مرتبات وأيضا تنهشهم هذه المليشيات جبايات زكوات ضرائب جمارك حتى الأصحاب البسطات الباعة المتجولين لم يسلموا من هذه المليشيات واليوم ارتفعت الأصوات انكشفت هذه المليشيات بعد الهدنة الأممية ويعني الغطاء الذي كانوا يرددونه وشماعات كانوا يتناولونها العدوان والحصار بعد أن فتح مطار صنعاء وفتح الميناء الحديدة وانكشفت هذه المليشيات اليوم الشعب اليمني عرف وأدرك أنه طوال ثمان سنوات كان يعيش حالة من التضليل والزيف الذي تمارسه هذه المليشيات اليوم هم يبنون القصور يشيدون الشركات هناك إمبراطورية اقتصادية كبيرة موازية اليوم يتم التضييق على رأس المارة الوطني على الشركات الكبرى على البيوت التجارية يتم التضييق عليها بشكل واسع من أجل أن تغادر البلاد تريد أن تبنيها إمبراطورية اقتصادية خاصة بها لإركاع اليمنيين وإذلالهم والتحكم في رقابهم نعم الجبايات يعني عنوان كبير جدا يلد تلجأ إليه هذه المليشيات لملء خزينتها وبالتالي إلى أي حد يمكن النظر لهذه النقطة أسألك عن الجبايات نعم أعيد السؤال لو سمعت أسألك عن الجبايات الجبايات من خبل المليشيات الحكومة تفضل نعم الجبايات اليوم هنا ارتفع تتم بشكل واسع بصورة غير قانونية اليوم تم تعطيل جميع القوانين النافذة الخاصة بتوريد الأموال وبتحصيل هذه الأموال اليوم يتم فرض جبايات وفرض أموال على اليمنين دون أي قوانين دون الرجوع إلى مجلس النواب الشرعي أيضا مجلس النواب هو مختطف من قبل هذه المليشيات اليوم هناك عصابة تتحكم في رقاب اليمنيين تنهب أموالهم تنهب ممتلكاتهم اليوم أموال المعارضين والشركات وأيضا البيوت بيوت كل من عارض هذه الجماعة حتى من تم نفيهم قسريا يتم اختطافهم وسجنهم ونفيهم إلى محافظات أخرى ومن ثم الاستيلاء على أموالهم وعلى ممتلكاتهم هناك حالة من النهب والاستيلاء على أموال الناس بصورة مفزعة وأيضا هناك حالة وعي كبيرة من قبل المجتمع والشعب اليمني حالة وعي أمام هذه المليشيات مدير عام حوق الإنسان وقت انتهى شكرا جزيلا لك وصلنا الختام لكم دائما تحياتي وإلى بك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر